سريع جاء الرد الأمريكي عقب استهداف سفارته الثلاثاء الماضي في بغداد والاعتداء عليها من قبل فصائل وصفت بالموالية لإيران ضربة جوية أمريكية نفذتها طائرة قرب مطار بغداد الدولية أنهت حياة قائد الحرس الثوري الإيراني قاسم سليماني ونائب رئيس الحجر الشعبية جمال جعفر المعروف بأبو مهدي المهندس بأمر من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الغارة الأمريكية كانت مباشرة ودقيقة ففي الساعة الوحيدة صباحا استهدف صاروخان مركبتين مدنيتين رباعية الدفع كانت تقلان سليماني والمهندسة وشخصيات أخرى أهمها محمد الجابري مسؤول العلاقات والتشريفات في الحشد على طريق الخروج من مطار بغداد الدولية بعد استقبالهم لسليماني ويوصف سليماني بالأسطورة ورجل إيران الأول عسكريا في الخارج والمقصود طبعا دول المنطقة وخاصة العراق وسوريا مطار بغداد الدولي أغلق لساعات عدة نتيجة القصف ثم استؤنف العمل به مجددا فيما شهدت المنطقة الخطراء معقل الحكومة العراقية انتشارا أمنيا غير مسبوقة وأغلقت السلطات مداخلها ومخارجها تحسبا لأي طارئ في ظل دعوة قادة فصائل مسلحة موالية لإيران للجهوزية والرد على مصالح وأفراد الولايات المتحدة الأمريكية في العراق